لهذه الأسباب لا يزال اليمنيون يدفعون كلفة الحرب الباهضة منذ أكثر من خمسة أعوام تحولت الحرب من الأولوية الاستراتيجية غير الواضحة للسعودية إلى مناسبة لجني الأرباح من قبل كبريات شركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة صحيفة نيويورك تايمز وهي واحدة من أكبر وأشهر الصحف الأمريكية أفردت تقريرا تناولت فيه قصة مبيعات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية والتي أطالت عمر التدخل العسكري السعودي في اليمن كل هذه المدة وبحسب الصحيفة فإن القنابل ظلت تتساقط عاما بعد آخر على قاعات الأفراح والعزاء وعلى قوارب الصيد وباصات المدارس لتقتل الآلاف من المدنيين وتساهم في خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم في وقت استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رؤية مبيعات الأسلحة فرصة لخلق الوظائف لشركات مثل رايثيون التي جنت المليارات من مبيعاتها الأسلحة للسعودية وفي مقدمتها صواريخ باتريوت والقنابل الذكية لتتحول إلى ثالث أهم شركة لصناعة الأسلحة في الولايات المتحدة ما لا يقل عن عشر صفقات كبيرة أبرمتها شركة رايثيون مع المملكة وشركائها بأكثر من خمسة مليارات دولار بحسب ما أظهرته سجلات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتساعد بذلك في رفع حضوض الشركة وتمكينها من الاستمرار في عملية الاندماج مع شركة دفاع كبرى هي شركة يونيتد توكنولوجز والتي تمت في أبريل المنصر لعب مساعد الرئيس ترامب ومنهم وزير الدفاع الحالي مارك اسبر ورئيس مجلس التجارة الوطني بيتر نافرو أدوار مهمة منها بحسب نيويورك تايمز الوقوف في وجه محاولات بذلها مشارعون أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون لإيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية كما كان قد حدث في آخر أيام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الصحيفة وفي تقريرها اعتبرت أن تبني الرئيس ترامب لمبيعات الأسلحة ساعد في إطالة أمد الصراع الذي قتل أكثر من مئة ألف شخص في اليمن أفقر بلدان العالم العربي وقامت بإعادة صياغة قوانين مبيعات الأسلحة وسعت من أجل تحقيق الأرباح والوظائف غير آبهة بالكيفية التي تستخدم فيها تلك الأسلحة